السباحة كانت مرحلة بعد ما عملت حادثة في 2010 قبلها كنت بلع ملاكمة في الأكاديمية المصرية الملاكمة ومعكبت المحمد الرضا كنت بطل ملاكمة اه ديه كانت قبل الحادثة بعد ما عملت الحادثة في 2010 ابتديت السباحة كان عن طريق العميد قوات محرية يوسري عبد العزيز اللي يرحمه هو اعتبر القبر الروحي للسباحة والقرة السلة للرياضين من زول إعاقة في مصر كان اقترح عليه بعد الحادثة لأننا نلعب رياضة بمينة أنا كنت مركز بس في العلاج الطبيعي واللي أنا أخف بس أنت كنت بتعوم أصلا طبيعي خالص بغرف شبر ماء يعني قبل الحادثة ما كنت شفار بتعوم أصلا خالص فطمام معارض عليها فكرة زي دي أنا اتحكت يعني بتروس زي تربع جسمي بالشغال قالي هنحاول ونجرب وكده فالحمد لله كان هو وبرضه وكان معاه كابتن عماد التركي مدارب المنتخب وكابتن وليد جمال وكابتن شريف حبيب وكابتن أيمن ابتدنا برنامج تدريبي كده والحمد لله يعني ابتدنا من 2015 موضوع السباحة دي بس أنت اخترت السباحة ولا هي اللي اخترتك هي التعرض عليها بصراحة وأنا مكنتش عندي أي فكرة خالص لأن أنا ممكن أعمل فيها أي إنجاز وفهم في الأول خالص كنت بتدربت في حمام سباحة يعني هم خاصة لأطفال أيما اللي ما بيررفش يوم بيبقى خائف أصلا الزبط لكن في رهبة جامدة جدا مش عارفة تحكم في جسمي ومش عارف عهم أساس يعني الحمد لله واحدة واحدة الحمد لله ربنا اتقرابنا يعني وبتدينا كانت أول بطولة كانت بطولة الجمهورية في 2015 يعني مرت خمس سنين لو وقت ما أصبحت بطل في السباح من 2010 من نقطة الحدس البداية البداية كانت في 2015 وبطولة الجمهورية دي كانت أكتر بطولة في 2015 كانت أكتر بطولة بحباها جدا شنين اللي خسرت فيها كان لسه بها لي حوالي 4 شهور ما أتعلم وبتضرب وبتحضر لبطولة فلما خسرت فيها كان العميد يوسري كان فكرته أنه هو يرجع روح الاحتكاك تاني أو المنافسة الرياضية فلما طلعت وليت زميلي بصم بيتكرموا بيأخذوا مداليات إحنا قريضين ببعدنا حتة الغيرة الإيجابية فالموضوع أخذتك تحدي وقلت بقى لا خلاص لازم إن شاء الله البطولة الجاية على ما دي لجاني من بعدها الحمد لله أخذت فضية كاس مصر وجمهورية 2016 2017 ونضمت المنتخب في 2017 وكان سفرت بيت لعب دولي في سنتين الحمد لله 15-16 17 بيت لعب دولي الحمد لله الحمد لله سفرت أول بطولة دولية إلي كانت في 2017 مع المنتخب كانت تصفيات بطولة العالم في برلين وحققت فيها ذهبات المركز اللي أول الحمد لله وتأهلت منها لطولة العالم في المكسيك وتصنيفي دولتي مصنف أول في مصر وخامس عالم بسم الله ما شاء الله يعني حاجة ملهمة ومبداع جدا يعني أنا سعيت والله جدا على المستوى الشخصي ولما قريت القصة واللي حصل يعني بقيت قلت اللي هو ده الإنسان المصري فعلا هو قادر على التحدي حقيقة طيب